إلى ذلك أكد عضو لجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيدة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الوردة فيه في إشارة إلى تأجيل مفتوح يراعي خصوصية الاعتراضات السياسية والشرعية قال عنوز أن مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية أشار إلى أن جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بعين الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية مؤكدا أن اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت